بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أننا سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واشهد وكبرنا وبارك ربنا على آله وصحابتي التبعين وانتبعين بإحسادنا في اليوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه وحلم الله اللهم وكر بنا وصل عيونا بل ما يقضيك أن لنا وكرنا نحن وسائل المسلمين تحب وترضى يا رب العالمين اللهم كما يستطى القرآن للذكر فيسر علينا يا رب العالمين وارزقنا تلاوته وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يقضيك عنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا في كل آية الباب فهم خاص بنا يا رب العالمين تقربنا به إليه وتفتح مداركنا وأسمعنا وأبصارنا وقلوبنا فيه وتنور قلوبنا وإنسنتنا بحكمه يا رب العالمين ودمواعبه يا أرحم الرحمين وتطوع جوارحنا للاكزام بهوامره يا رب العالمين لبركة حبيبك المصدر ورسولك المجتبه الذي لو له ما نزل القرآن ولولا لسانه ما تأسر القرآن خاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله بكل لمحة ونفس عدنا وسعور من الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب بهدة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصة بصحيح البخاري المسمى جمع النهاية ببقى الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الوري عبد أبي عبد الله أبي محمد عبد الله إبن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتورف سنة 99 و600 من الهبنة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى وصف عن طور العلوم وعلوم شيخه وتلامذاته وقراء مصنفاته وشبهها بالدرين الحديث الثالث بعد المعنى حديث استقامة على حدود الله والنهي عن المنكر بإسنادنا المتصل عن مشيخنا جزامنا عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن النعمان المبشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوها لكو جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يظهر لك هذا الحديث نقاط مهمة وهو تشبيه نبل الشريف وكأن الناس يسيرون في بحر القدرة محتمين بسفينة الحكمة يعني وإحنا في الدنيا ماشيين في بحر القدرة الله والسفينة اللي ركبنها هي حكمة الله هي الأسباب هي شر الله يبقى بحر القدرة هو الحقيقة والسفينة هي الشريعة فيم فالناس عادين في السفينة في علماء وفي جهل العلماء جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى السفينة لأنه مرتبطهم عليه والجهل الجهال فقام في أسفل السفينة في طاع المجتمع بسبب جهلهم الجهل يريد أن يصلح فيفسد بجهل فالجهل قالوا إحنا كدل ما بنحتاج مية بنطلع فوق بنأذي الناس اللي فوقين طب ما نخرم خرم يبقى هو يريد الإصلاح بالإفساد والله لا يصلح عمل المفسدين بيقولوا إلي بدل ما نأذي الناس اللي فوقين وطول النهار طبعين نازلين نأخذ مية ونعدى عليهم طب ما نخرم خرم كده في الحتة بتاقتنا وإيه والبحر ورانا على طول يدخل المية على طول ما نحتاجش نعدى لهم كويس يبقى نعرف كده أن فيه من المسلمين من يفسد في المجتمع بحجة الإصلاح نأخذ بالنا بالحكاية لأننا بنوعاني من هؤلاء في كل عصر وفي كل الإصلاح هو نياته بيقولك عايز أصلح لكن لأنه جاهل ينزل يبقى الإصلاح لا يكونوا إلا بالعلم الأول لازم تتعلم فهم أرادوا أن يتعاملوا بالقدرة مباشرة ربنا جعلهم من أهل الأسباب أهل الأسباب معناه يأخذوا بالأسباب ويطلعوا يأخذوا بالعلمة ويمروا عليهم رايح جاي وهم بيأخذوا المية علشان وتحتعين العلم هم عايزين يبقوا تحتعين العلم فيفقدوا الرقابة وفي نفس الوقت يتعاملوا مع القدرة بغير سبب والتعامل مع القدرة بغير سبب في الدنيا امتحان شديد امتحان شديد اللي يجي امتحن ربنا سبحانه وتعالى حيفتنه لأن ربنا أقامك بالأسباب خذ بالأسباب ولا تعتمر علي ولكن لا تنظر لقدراتي وطولي أنا مش محتاج أسباب أنت اللي محتاج أسباب قدرة الله اللي مش محتاجة فأنت ما تتعاملش بع قدرة الله تقول أنا مش محتاج أسباب لأن الله قارب لا أنت محتاج أسباب والله اللي مش محتاج أسباب تتعاملت بقى ازاي؟ فهم بجهلهم عايزين يتخففوا من الأسباب ويتعاملوا بع بحر القدرة مباشرة ويخرقوا نواميس مراد الله بسبب جهلهم ومعنى ذلك يغرقوا في بحر الحقيقة فإذا غرقوا في بحر الحقيقة وليس معهم من الشريعة سفينة غرقوا فهلك تهمت إزاي؟ لأنوا فقدوا سفينة النجل شوف بقى تشويه النبي جميل إزاي؟ عمل لك صورة كاملة للحياة والمجتمعات المختلفة في كل عصر وفي كل مصر صالحة لكل زمان ولكل مكان هذا الفصيح السيد الفصيح صلى الله عليه وسلم خير من بلغه محدش كان يعرف يصور الصورة الكاملة دي بهذا التفصيل البسيط البليغ المعز بنفس الوضع يبقى بيئن لك مرتبة الولماء ومرتبة الشريعة ومرتبة الحقيقة والطريقة هو أن تمر على الولماء يبقى باب لك الشريعة والحقيقة والطريقة الطريقة أن تكون تحت عين العلماء يعني تكون بميزان العلم لكنهم فكروا مش بميزان العلم قال لك احنا منا بالفوق هنا احنا نخرم لنا خرم هنا وناخد سوئة مية عارف لو استشاروا العلماء الولماء كده تغرقوا كده هتموتوا يقوم يفهمهم العلماء لو سابوهم حيغرقوا معهم يبقى العالم لابد أن يؤدي دوراه ويعلم الناس وإلا يغرق مع الناس ويسير العلم حج عليه لا لهم فكل يؤدي دوراه الجاهل يلتزم بإشارة العالم والعالم يعلم الجاهل تهمت ازاي ونتأدب مع نوميس الله في الحياة فنحترم الأسباب ولا نخربها ولا نود أن نخربها بل نتعبر الله بالأسباب فنحافظ على سفينة الأسباب التي تسير في بحر قدرة الله حتى نصل إلى البرازخ حيث البعث والنشور ثم في الجنة بعد كده ستعيش في الجنة من غير سفينة من غير أسباب مع القدرة على طول فتا ما تستعجلش ومن استعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه تهمت بها أزاي أم استعجله هذين يتعاملوا مع القدرة على طول يعاقبوا بحرمانه ذلك فلا يدخل الجنة حيث التعامل مع القدرة مباشرة في الجنة فتلاقي كل قواعد الشرع الشريف موجودة في هذا المساء تهمت بها دي نقطة مهمة نأخذ بالنا منه بيتكلم بقى هنا يقول الشيخ أبو جمرة يقول ظاهر الحديث يدل على أن الذين يظهرون المناكر إذا لم يغير عليهم هلكوا وهلك الذين لم يغير عليهم وإن غير عليهم نجوا الجميع والكلام عليهم نجوا يعني لو سدنا أهل الجهل يتعاملون بجهلهم وإفسادهم وفسادهم فنهلك معهم لأننا كلنا فينا واحدة فلا بد أن كلهم يؤدي دوره منها أن يطال ما معنى النجاة وما معنى الهلاك فالجواب احتمل أن يكون حسياً ويحتمل أن يكون معنوياً فأما المعنوي فإن الواقع في الزمب قد أهلك نفسك لما يقول إليه من العدام بسبب ما فعله يعني ليقع في الزمب سيقول به في الآخر أنه يعقب في الآخرة صحيح أنا لا أرى عقاب الأخرى والآن هذا يقوله يبقى هنا العقوبة معنوية لأننا لا أرى فهمت ذلك؟ والذي لم يغير عليه مثله لأنه أمر بالتغيير عليه فلما لم يغير عليه وقعه هو في الزمب آخر وهو تركه التغيير المأمور به فأهلك نفسه بما يقول إليه من العذاب أيضاً لأن ربنا سيسأل العالم عن علمه ليه سبت الناس في جهلها تعصاني ولم تأمرهم وتنهاهم وتربيهم وتأخذ بأيديهم إليه فإن أخذ عليه وأقام عليه فلما لم يغير عليه وقعه هو في الزمب آخر وهو تركه التغيير المأمور به فأهلك نفسه بما يقول إليه من العذاب أيضاً فإن أخذ عليه يعني على المفسد وأقام عليه حد الله تعالى عقوبة الله يعني في الدنيا قبل الأخيرة المفسد يعاقب ربنا قال لك إيه؟ أقبض عليه قيم عليه الحد عزره علمه أي عقوبة من العقوبات فقد نجى الفاعل للذنب بالحد الذي أقيم عليه لقوله صلى الله عليه الحدود تكفر عن صاحبه ومن عقب في الدنيا فهو كفارة الله وقد تقدم الكلام عليه في موضعه من أول الكتاب ونجى أيضاً الذي غير عليه بإنكار عليه وأقام حكم الله تعالى كما أمه وترتب له على ذلك الثواب الجزيل وقد أثنى الله عز وجل عليهم بقوله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واحتمل أن يكون حسياً حسياً يعني ممكن كل ذا احتمالات العقوبة المعنوية اللي هي التي تقول به في الآخرات واحتمل أن يكون حسياً يعني في الدنيا بالآخر تشوف عقوبته في الدنيا لأن صاحب المعصية يخاف عليه الهلاك في هذه الدارة وكذلك الذي لم يغير عليه بمقطاب الكتاب والسنة أما الكتاب فقصة أهل السبت أعرف أنت أهل السبت لما في بني إسرائيل أنهم ما يصطادوا يوم السبت فابتدوا يصطادوا يوم السبت ربنا بقى إيه يخليهم اللي يامل يروحوا يصطادوا فيها ما فيش هتاة فيه السبت بيبتحنهم ما قالبش ربنا سبحانه وتعالى لما حرم على الصحابة صيب البرد لا يبلونكم بالصيد يعني وانت محرم هتلاقي الصيد قدامك رايح جاي كده يا خيالك علشان ربنا ايه تبرك حرام تصطادوا يبقى مش محرم ما فيه الصيد الصحرق قدامه فضي أول ما يحرموا أول ما يحرموا أول ما يحرموا أغزالت تجري قدامه كل الدنيا تدخيله قدامه علشان ربنا ايه خير قال كده يا أيوا الذين اعمنوا لا ايه لا جاء تبتول الصيدة وانتوا الحرم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورمحوكم يعني ربنا حيبلوكم يعني حيمتحنكم بشيء من الصيد يبقى امامك تقدر تطوله بس انت ايه محر يبقى بيختلف يعني ربنا عمل كده مع الصحابة برجو بس الصحابة نجا ومسكوا اديهم عشان ايه ببركة اتباعهم للنبي انما لما عمل مع بني اسرائيل كده فشل يجوا يستهدوا في ايام العادية اللي مش محرم عليهم الصيد يرمي الصنارة والشبكة ويقضل اليوم يطلع يلاقي يطلع سمكة يا صغيرة ايه او ما يطلع يجوا يوم السبت اجازة ممنوع الصيد حرام يلاقي الشيطان الكبيرة تتنطط قدامهم حاجة يعني علشان ربنا ايه يعني يمتحنوا الممتحان شديد فابتدوا ايه يتحيلوا ويرموا الصنارة من يوم الجمعة ويشدوها يوم الحد بيلعبوا مع ربنا بقى فاهمت ازاي فابتدوا يرموا قالك احنا مصطرناشا يرموها ويعودوا يوم السبت ايه اجازة وهم مطمئنين في اجازاتهم ان السمك دخل جوا ايه جوا الصنارة يبسطلوا يوم السبت برض بس بيتها كلامين فبني اسرائيل انقسموا الصين نص مجموعة من العلماء قالوا لهم يا جماعة كده ما ينفعش حرام عليكم ومجموعة تانية سكتوا لنهو ولا فعل تفهمت بها ازاي فربنا سبحانه وتعالى نجه الذين ايه ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمكانه فابوسكت عن اللي سكتوا سكت عن اللي سكتوا فاختلفوا بقى العلماء قالك سكتوا فسكت الله عنهم او سكتوا واقروا فعاقبهم معهم والغالب على انه عاقبهم معهم لقول الله وابتقوا في التنتى لتصيبانا الذين ظلموا منكم خاصة يبقى ممكن يكون العقوبة حسية في الدنيا هون زي ايه اهل السبت فقصة اهل السبت قالت لما نوموا عن الاستياد فيه وكانت الحتان تأتيهم يوم سبتهم شراعا يعني تعد تخيلهم تت كما اخبر عز وجل فاحتالوا على ذلك واخدوا الشباك ونصبوها ليلة السبت ثم اخدوها يوم الاحد وقالوا لم نصد يوم السبت فنهى الطائفة عن ذلك وسكت الطائفة وفعل الطائفة فاما الفاعلة فاهلك الله واما المغيرة فنجاه الله واما الساكتة فمختلف فيها فقل إنها نجت وقل هلكت والأمور على هلكه وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديه يوشك أن يعم الله الكل بعده وكان هذا جوابا حين سئل عن قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقد نبه أبو بكر رضي الله عنه عن هذه الآية بمثل هذا فقال لا يمركم القوم بهذه الآية فإني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بمثل ما تقدم ذكره بمثل ما تقدم ذكره فقال العلماء معناه لا يضركم كفر الكافر إذا ضربتم عليه الجزية ولا يضركم معصية العاصي إذا أقيم عليه الحد وهو وجه حسن يكتمع به معنى الآية والحديث يا أيها الذين أمنوا لا لا يضركم من ضل إذا اتديتم مش كده بردو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اتديتم عليكم امتتب عليك نفسك إذا نهيت بالمعروف وأمرت إذا نهيت عن المنكر وأمرت بالمعروف وأقبت حبيب الله ساعتها معصية العاصي ما تضركش فيم؟ لكن ما تقولش إيه؟ أنا أترك الأمر معكم نعي المنكر ووعد في بيتي ولا يضركم من ضل إذا تديتم من فعل واضح وإن كان في حالة النبي قال لك وعد في بيتك إمتى؟ قال إذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اتديتم واضح؟ يعني إن لم تكن حاكما من الحكام فليس لك أمر ولا نهي ما تستطيع سدقه بحد ولا تستطيع أنك إنت تمنع معاصي الناس ولو دخلت تمنعها بالقوة يدفت أتع الحاكم وممكن يشتكيك وعملك بلاك بوليس بيدخل في حريتي تعمل أنت في الحالة لين؟ عليك نفسك لا يضركم من ضل إذا اتديتم ويبقى الآية موجهة للحكام فهمت إزاي؟ وقد جاء لأن يقام حد من حدود الله ببقعة خير من أن تنفر السماء عليهم ثلاثين يوما وقيل أربعين أموان لما يعود عليهم من البركة والرزق وقد يراد المجموع وهو الظاهر مجموع يعني العقوبة الحسية والمعنوية العقوبة في الدنيا وعقوبة في الأخر في المجموع وهو الظاهر من الحديث لأنهم إذا تركوهم يفتحون في نصيبهم فدخل الماء فهلكوا فهم تسببوا في هلك أنفسهم وما التسبب في قتل نفسه فهو هالك في الآخرة وهالك في الدنيا فهلاكوا في الدنيا ذهب نفسه وفي الآخرة دخول النار وهو أعظمها وفيه دليل على أن الأولى في تقدير الحكم بضرب المثال يؤخر ذلك من كوني عليه السلام شباههم بأصحاب السفين وفيه دليل على جواز الاستهام وراء العلماء فوق وراء مجموعة تانية الجهلة تحت يؤخذ ذلك من قول عليه الصلاة والسلام استهموا على السفين وراء طبعا الاستهام في الشرع الشريف وأموم كثيرة لو علمتم ما في الندائي والصف الأول ثم لم تجدوا أن تستهموا عليه لا استهموا فأجاز الاستهام نفرد أن نحن أثنين مؤذنين وجاء وقت الأزام والأثنين مسكين الميكروفون وأنا اللي أزم افرد حصل حاجة كثيرة نعمل أرع نحل الإشكال بيه بالأرع وخلاص نستهد جينا من الصف في الصف الأول اثنين ايه؟ لأ أنا جيت الأول لأ أنا جيت الأول هده أنا أريد أن يكون في الصف الخام نعمل إيه؟ نعمل أرع فهمت بها إزاي؟ وكذلك الرجل اللي عنده عدة زوجات وعايز يسافر ويأخذ واحدة بيعمل أرع باليه الزوجات؟ كما كان النبي كان يطرع يطرع بين زوجات وكذلك عند القسمة والفرز والتجنيد باسمها قسم التعديل عند الورصة ما يبقى عندهم من الكم مشاع وعايزين نقسمها نقسمها أكوان كويس؟ ونجي بعد كده نعمل أرع من اللي يأخذ الكم ده؟ ومن اللي يأخذ الكم ده؟ ومن اللي يأخذ الكم ده؟ حشان ما يتخنقش فهمت بقى إزاي؟ يبقى القرعة بتبوز في بعض الأحوان وكذلك عنده القادي القادي عايز اثنين شهود في قضية يقوم ويجوا تخنقوا قدامه ويجي عشرة كله عايز يشفر كله عايز يقسم اليمين ويشفر وكلهم عدول والقادي مش عايز يغير اثنين يعمل ايه؟ يعمل ورح ويأخذ منهم يعني الشرع الشريف يجيز الاستهام في ثور كثيرة تقيمت ازاي؟ وفي ايه دليل؟ لأن القرعة دي مش معلومة النتيجة كأنها قدر الله تشبه قدر الله انت مش عارب قدر الله قبل كده؟ فلما بتعمل القرعة وانت مش عارب نتيجتها وانت مأمور بانك تربى بقدر الله يبقى زي ما تطلع تبدل تعتبر ان النتيجة دي في قدر الله فهمت بها ازاي؟ بتدرب الانسان على قبول قدر الله وفيه دليل لمن يقول بجواز قسمة ما لا ينقسم فان السفينة لا تنقسم ولو كانت قسمة منافع لا حقيقة لما قالوا لو ان خرقنا في نصيبنا خرقا لانهم قد جعلوه نصيبا لانفسه وطبعا حكاية جواز قسمة ما لا ينقسم يعني هذا مش متفق عليه من العلماء عند الشفية جوز قسمة المنافع مش قسمة العين ما لا ينقسم تبقى قسمة منافع واضح؟ وفيه دليل للقوم الذين بدأوا لترك حفظ الانفس ويقولون لان فيه الخلاص وفيه السعادة لان هؤلاء ما جعلوهم يفتحهم الخرق وفي نصيبهم إلا حفظ النفوس ألا يحتاجوا إلى غيره يعني ايه؟ يعني انت ما تحاولش انك انت تطاوع نفسك لان حظ النفس انها مش عايزة تحتاج للأسباب حظ النفس جادة عايزة تتعامل مع ايه؟ مع القدرة على طول فما تطوعش حظ نفسك فخرب الأسباب واحترم الأسباب فهمت ازاي؟ وهم عايزين يمشوا مع حظ نفسك تقولك مش عايزين نحتاج اللي فوقينا النفس طبعية عايزة تستغنى وربنا خلق النفس تفتكر للأسباب فهو عايز يخرب من ايه؟ من افتقاره للأسباب بمقتدى شرع الله إلى الاستغناء عن الأسباب بمقتدى شهوة النفس فخروجه ده يؤديه للوقوع في الهلاجة فهمت بقى ازاي؟ خليك مع شرع الله في ناس بتعبد ربها بشهوتها بقى بتعبد ربها بشهوتها يعني واحد مثلا عنده أمه في الدين مفيش حد يراعيها خالص إلا هو بس يوم يسبب ويجي يصلي التراج في مسجد الأشرف يقع باربع ساعة يقول لأسه أنا بحب أصلي في مسجد الأشرف يتطويله وأنا بحب الصلاة طويلة مع إنه قعده مع أمه أولا لكن هو بيجد نفسه في الصلاة الطويلة آه يبقى هو بقى بيعمر بالشهر مش بمقتدى شرع الله شرع الله بيقوله أمك الجنة تحترجليها مش في مسجد الأشرف الجنة تحترجليها أمك هناك كله يروح لأمه تهمت إزاي؟ صلي جنبها تهمت بقى المسألة؟ لأن في ناس بتعبد برضو إيه؟ بشهوتها خد بالك عشان كده أشار إلى هزف البردة وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلة المرعة فلا تسيب كل ما تلاقي نفسك في عبادة داخلة فيها بنهم فارملها وادخل في عبادة نفسك متضيئة منك عشان إيه؟ تخرج من شهوة نفسك ما مش بتعبد لنفسك بل بتعبد لربك هنا نفس الحكاية ربنا تعبدهم بالأخذ بالأسباب شهوة نفسهم عايزين يستغلوا عن الأسباب تهمت إزاي؟ فقالوا إحنا بسيبك الحكاية ونخرج بالله يبقى كل واحد يقدر أولويات مراد إلا منه أولويات إيه؟ مراد إلا منه ناخد بالنا بالخطة كان سيدنا عمر يخف من البحر وكان نهى أمته إنها تركب البحر الأمة كلها طول ما هو أمير للمؤمية ألعب إنه الخلك وذي أبوك حد شركب البحر خايف عليهم ما ركبوش البحر اللي في عصر سيدنا عوثمان وما هو أبناء بشفين طول ما سيدنا عمر عايش ممنوع تركب البحر الإنسان ضعيف والبحر خلق عظيم وإزاي الضعيف يركب العظيم فأخليكم عمي كيف؟ ولولا آية في كتاب الله لدربت من يركبه بالدورة ثم إجراؤه عز وجل السفينة فيه من عظيم الحكمة فلما أرد هؤلاء أن يعاندوا ما هو صادر عن القدرة العظم بخلاف ما أجرته الحكمة لوليا ألم وكذلك في جميع الأشياء الصادرة عن القدرة من صادمها بخلاف ما أوتوا الحكمة لا تبديل لخلق الله ثم انظر إلى قولي عليه السلام إن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به مال البخير وقال عليه السلام ادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على حوائجكم بالصدقة لأن الصدقة شاءت الحكمة الربانية أن تكون سببا لرد البلاء فجاء صاحب النذر فأراد أن يمشي له غربه من المقدوم بخلاف ما أحكمته الحكمة من الصدقة فلم ينجح له عمل اللي هي النذر المشروض يعني لأن النذر المشروض وجب الوفاء به وهو مكروض لأنه عايز يخلي القدرة تمشي على هواه يقول له لو شفيت لابني هاتباح لك وانت بتعامل ربنا معاملة النذر للنذر ماي صحي انت اتباح ابنك مريض اتباح وزن وسيب بقى الحكاية تكون سبب بشفاة وانا ما نشروع جاش على ربك تهمت ازاي؟ عندك مصلحة عايزها تقدر ما تقولش يا ربي لو قضتها لي يا ربنا هو ماسك الفلوس ايه هاي هتصدق بيها على طريق ايه الطريقة ايه؟ يا عم تصدق بيها الاول خلي ثقتك بما عند الله اكتر مما في يدك تهمت بقى ازاي؟ يبقى النذر المشروض فيه سوق ادب على لكن انت تصدق بيها اتعوير على الصدقة وخليك ساخي كده يقوم ربنا كل ما تقع في ازمة ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عنك على طول لكن مش تستنى يا بخيل ما تتصدقش لحد ما تقع في الازمة وتقول يا رب فرجها وانا تصدق سوق ادب لكن لو عملت كده واجب الوفاء عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال على النذر ايه؟ قال انما يستخرج به مال البخيل وفي نفس الوقت النذر لا يرد القدر خد بالك باب فاراد ان يمشي له غرضه من المقدود بخلاف ما احكمته الحكمة من الصدقة فلم ينجح له عمل وربما ان اتكل على نذره فيهلق والاشياء كثيرة من هذا النوع اذا تتبعتها تجدها كثيرة والعلة في ذلك واحدة ونقف عند هذا الحد نكم الغرض ان شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي يَا أَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي